موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم أعزائنا المشاهدين النهاردة مع برنامجكم المفضل ستات دات كوم أحب أعرفكم بنفسي الأول أنا دكتورة ولاء شبانة استشاري الصحة النفسية والتربية الأسرية وخبير شؤون الطفل والمرأة يعني أنا جاية من مشاكل البيت حلقة النهاردة يمكن تشمل بعض الجوانب المهمة جدا اللي للأسف بتسبب الكتير من مشاكل البيت والكتير من الأعباء النفسية اللي بتتداعى إلى مرحلة المشاكل الصحية وإحنا بنبقاش مقدرين إيه مشكلتها من الأول وإيه سببها من الأول وهل تركها أو التعامل معها بسلبية أو بأخرى أو بتجاهل أو بآخر هل له سايد إفاكت على المدى البعيد ولا لأ؟ هل له تأثير سلبي فيما بعد على صحتنا العامة ولا لأ؟ هل ليه تأثير على حياتنا بجملتها ولا لأ؟ هنتكلم النهاردة عن أبرز المشاكل الأسرية واللي يمكن بنقول إن هي بتبان قوي 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 الموعيد معينة لازم يكون ملتزم بيها لأن في الأبت واحدة المفروض إن هو يلتزم بي وجوده معاها قدر المستطاع الكثير من المشاعر الإيجابية التي يجد تبادلها بشكل إيجابي في الفترة الأولى من الزواج للأسف نفتقدها تماما في السنة الأولى من الزواج ونقلصها دائما في مبدأ شهر العسل شهر العسل وبس هو ده بالنسبة لنا أحلى أيام الزواج والكثير من المشاعر الدافئة والكثير من المشاعر الجميلة اللي بنحلم دايما بيها إن احنا نلاقيها في الزواج وفيما بعد الشهر لا يوجد لا عسل ولا أحلام ولا إيجابيات من اللي كنا بنحلم بيها قبل كده طيب ما تيجو نسبق بخطوة شوية ونتكلم عن مشكلة كبيرة جدا وهي فكرة الاختيار الخاطئ من البداية مفيش حد فينا بيختار أكل هو ما بيحبوش ويتطر إن هو يتعايش معاه بشكل أو بآخر طبيعي إن هو حتى لو مجبر عليه لأنه هو جعان طبيعي إن هو حتى لو مجبر عليه لأنه ما فيش غيره أكيد هيعيش وهو متقدر طول عمره طبي يختار إزاي من الأول صح اللي اختيار الصحيح له أسس كتير جدا حددتها التقاليد والأعراف وحددها كمان الشارع والدين والمفروض إن القانون له تدخل ولكن تدخل القانون دايما بيبقى تدخل متأخر جدا ناس كتير بتقول دي اسمه ونصيب وناس كتير بتتكلم في إن كل واحد بيبقى مولود وعلى جدين وهو هيتجوز مين وهيطلق مين وهيخلف كام وكل الحاجات دي ولكن الأخذ بالأسباب لا يمكن إنكاره على الإطلاق وإلا ما كانش ربنا صحانه وتعالى ادلنا حرية الإختيار وإدلنا قصص المفروض إن إحنا بيبني عليها الزواج الزواج معنى كبير جدا جدا ميثاق غليز ربنا صحانه وتعالى ربط به كل زوج وزوجة لذلك لا يمكن أبدا إن إحنا نتجاهل تحارب الدقة في الطرف الآخر طب إيه اللي بيهد الاختيار بالنسبة لنا؟ أولا تدخل قبل نظلي قبل نظلي اللي هي دور الحامة دايما المصرية للأسف أو العربية بالتحديد دايما بيبقى تدخلها في فكرة ده هيستتك ده هيهنينك ده هيعيشك في مستوى كويس ده ابن ناس ده ابن زوات ونحن لا نفقها على الإطلاق معنى ابن ناس يعني ابن ناس يا جماعة هو ابن الناس بالنسبة لنا هو اللي معاه فلوسه بس هو ابن الناس بالنسبة لنا اللي بابا ليه منصب عالي أو والدته لها منصب مربوك في المجتمع هل ذوي الحسب والنسب مما ننظر إليه سطحيا هو ده العريس المنتظر اللي بنرجوه لبنتنا أمال الحديث اللي بيقول فاسفر بذات الدين تربت يا داك ده إيه أمال المواصفات الصحة اللي المفروض ان احنا نختارها في الزوجة دي إيه أمال الميقول الشخصية اللي ممكن تكون عندي ومش عند غيري وعنده ومش عند غيره موجودة بطبيعة الفروق الفردية لربنا سبحانه وتعالى خلقها دي إيه أمال ليه ممكن محدش يفلح في حياته مع زوجته لكن يفلح مع زوجة أخرى والعكس صحيح ممكن ما تفلحش مع زوجة في زواج أول أو تاني أو تالت أو عاشر حتى وتفلح مع واحد بس دونا عن العشرة دول يبقى إذن الفروق الفردية اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقها بنا دايما هي اللي بتعمل التوافق النفسي والتوافق الاجتماعي ما بين كل زوج وزوجة طيب أبسط القواعد اللي نقدر ان احنا نتابعها مع بعض عشان نقدر نقول إن الزواج ده ممكن يكون قائم على أصوص صحيحة هي الأصل لما بيتقال في المثل البلدي على الأصل دور ده مثل صحيح لما بيتقال إن العرق ده الساس ففعلا ده حديث صحيح بمعنى إن كل واحد دايما بيبقى مرضود وعند الأب والأم والعيلة مش بالمال ولا بالحسب ولا بالنسب ولكن بالأصول يعني إيه الأصول؟ يعني أنا شايف إن البيت ده ناس تربية محترمة شايف إن الناس دول متدينين حسب ديانتهم إن كانت مسيحية أو مسلمة ولكن في النهاية هم متمسكين بديانتهم على أكمل وجه أو حتى بالشكل المتوسط مش ضروري إن هم يعني نقول مشايخ ولا قدسين لكن على الأقل هم قادرين إن هم يكونوا مدركين لمعنى التمسك بالدين في الوقت الحالي عندهم قدر من الثقافة طيب الثقافة دي هل هي ثابتة ما بين الناس وما بين بعضها؟ لا لازم اختيارك الصحيح للشريك الآخر أو لشريكة حياتك يكون على قدر واحد من الثقافة والمستوى الاجتماعي مستوى المادي مش حيفرق كتير لكن لو ما فيش وجه ثقافة ما بينك وما بين زوجتك صعب جدا أنت تقدر تفاهم معها مش هنتكلم برضو في مستوى التعليم قد ما هنتكلم إن حد عنده مدارك متوسعة من الثقافة العامة مدارك يقدر يقول بيها إن أنا أقدر إن أنا ألم بيتي بشكل صحيح أربي أولادي بشكل صحيح أسمع لزوجتي زوجتي تسمعلي تشاركني في الأخبار العامة تشاركني في مشاكل شغلي تتحملني في الصراء وفي الضراء كما نقول دائما طيب إذن في بعض السوابت بالنسبة لنا لازم يكون فيها توافق ومش بنقول إن الشكل الاجتماعي بالنسبة لها قليل شوية دي ما تتجاوزش لأ هتتجاوز ولكن لازم يكون على نفس القدر من المساواة ما بين الرجل والبرأة طيب ده من حيث الثقافة ومن حيث الشكل المجتمعي الشكل المادي ليس له أساس من الصحة على الإطلاق إلا إذا كان نابع من جانب يعني يؤسفني إن أنا أقول من الطمع وللأسف إحنا دلوقتي بقالنا كتير جدا عشرات الأعوام الماضية بنعاني من فكرة سيئة جدا جدا قدت بينا إلى إن بقى فيه كتير من الأمهات الغارمات في السجون دلوقتي وهي فكرة غلاء المهور ومكتسبات الزواج وتجهيزات البيت العصري وتجهيزات النيش والحاجات الخزعبلية اللي كنا بنسمع عنها زمان وللأسف ستيل إحنا لسه بنقدمها لغاية دلوقتي تعالوا نشوف كده في الصعيد وفي الأرياف مباراة بنتي دخلت بخمس مراتب جرتنا دخلت بسبعة يبقى أنا بنتي لازم اللي بعدها تبقى بتمانية هيعملوا إيه بالسبع مراتب والثمان مراتب مش مهم بس المهم إن بنتي تكون مميزة عن غيرها بنتي جات لها شاشتين تلفزيون لا يبقى أنا بنتي لازم يجي لها تلاتة ليه عشان تبقى مميزة حتى لو الشقة اللي هي تعيش فيها ما فيها شغل قبطين بس لازم تجيب تلات تلف تلفزيونات عشان تبقى أحسن من غيرها مبدأ غريب جدا للأسف بنعاني منه معاناة غير عادية وللأسف الشديد بنعاني دايما من فكرة صعوبة الزواج وصعوبة الاختيار اللي للأسف أحد نتائجه هي غلاء المهور للأسف وغلاء تجهيزات المعيشة للأسف طيب ما تيجي نحسبها في شكل تاني هو أنا كأم دلوقتي لما بنتي في يوم من الأيام لا قدر الله تختلف مع زوجها بشكل أو بآخر وأنا طفحت الدم على بنتي دي وجهستها أحسن جهاز وصرفت اللي وراي واللي قدامي وكتبت إقصاط على نفسي وعملت كل حاجة تخلي بنتي سعيدة أنا اشترت لها مهيات المعيشة لكن ما اشترت لهاش مهيات الحياة بنتي لو تخنقت في يوم من الأيام مع زوجها لاي سبب من الأسباب وده شيء وارد جدا في كل بيت طبعا وده شيء طبيعي جدا ولكن بنسب متفوتة أكيد مش هتطلع الكاس ولا الشفشق من النيش وتصلحه بيه مش ممكن المبدأ بالنسبة لنا لازم يكون فيه تفاهم في قدر من الثقافة في قدر من الوعي المجتمعي ما بين الطرفين الزوج والزوجة لما بنقول هل مفروض أن الحب أو الاختيار يكون قائم على الحب بداية ولا قائم على العقلانية والنضوج الفكري أكتر والحقيقة لازم يبقى الاثنين وليه بقول لازم الاثنين لأن العقل الوحده دايما بيتصف بالجفاف والقلب بيتصف باللين الشديد فلأقدر أن أنا أكون لينة لين شديد يفسد حياتي فيما بعد الزواج ولأقدر أن أنا أكون صلبة العقل والمشاعر لأن تفكيري كله تفكير عقلاني فقط تفكير العقلاني ممكن يعمل لي برضو مشاكل كتير ولكن هيفدني في الأول إيه الفايدة اللي أنا ممكن أخدها عقلانيا إن أنا أكون بيدور بعقليتي هل ثقافتي مناسبة لي ولا لا هل متفاهمين مع بعض أخلاقيا ولا لا هل طبعنا مختلفة ولا متطبقة ولا شبه متطبقة ولا إيه بالظبط هل في بعض المواقف اللي بشوفها أنا وهو مثلا وإحنا مخطوبين هل ممكن الموضوع يمر مرور الكرام كده ولا بلا إن كل حاجة بنقف فيها لبعض على الوحدة وهو يتلكك شوية وأنا تلكك شوية وما فيش حد فينا بيلين للطرف الآخر على الإطلاق هل المشكلة الوحدة بتتكرر مرة واثنين وثلاثة ما إحنا مش ملايكة إحنا مش في المدينة الفاضلة فطبيعي إن أنا هخطئ وهو كمان هيخطئ طيب هل الخطأ متغير ولا سابت لو الخطأ متغير فدي طبيعة البشر بيخطئ خطأ واثنين وثلاثة وغيره لكن لما يخطئ نفس الخطأ يبقى إذن ده طبع والطبع لا يمكن تغييره على الإطلاق لأنه زي ما بنقول برضو الطبع يغلب التطبع بدي أول حاجة بالنسبة لنا نقدر نحن نحكم بها إن أدور عقلانيا هل أنا متفقة مع هذا الشخص ولا لا طيب ليه بنقول إن القلب لازم يكون ليه تدخل في الموقف لأن الزواج أول صفة في الخطبة إن لازم يكون فيه إيجاب وقبول القبول ده ما بيجيش عقليا القبول ده بيجي عاطفيا وتتجه الفتاة في هذا الوقت إلى نحية القلب أو المشاعر شوية لأنه لو ما فيش أفالة لي أو ما فيش قابلية لي طبعا عمرها ما تقدر إن هي تعيش معاه بشكل أو بآخر وارد جدا إن يحصل مشاكل زي ما بنقول في أي مكان بيحصل وفي أي بيت بيحصل مشاكل على اختلاف مستوياتها إن كانت مشاكل كبيرة أو مشاكل صغيرة ولكن في النهاية بيحصل مشاكل كيفية تداركها بتبقى إزاي نحلها إزاي؟ هل فيه كبير للعيلة ولا لأ؟ عايزين نقول إن ربنا سبحانه وتعالى لما قال وحكم من أهله وحكم من أهلها المقصود دي مش إن أنا جيب الأب أو الأم أو الخال أو العم مش إن أنا جيب واحد يبقى كبير وخلاص لا ده ربنا وصفه بصفة الحكمة يعني لازم يكون حكيم في إصدار قراراته ويكون فرق ناف أو يكون عادل بشكل مناسب جدا في الحكم اللي هيحكمه سواء للزوج أو للزوجة في هذا الموقف لذلك الكلمة كانت دقيقة جدا وهي الحكمة طيب هل الزوج عنده القابلية أو الخطيب في الوقت ده عنده القابلية إن هو يصلح من بعض مشاكله؟ هو فيه ناس بيبقى عندها مشاكل وبتتصلح؟ آه طبعا فيه ناس بيبقى فيها إطباع سيئة ووارد إن هي تتغير آه طبعا وده بيباني جدا لما الموقف بيتكرر مرة واثنين والتالتة ما بيحصلش لكن لما يتكرر مرة واثنين وثلاثة واربعة لأ ده إحنا كده بنتكلم في طبع من اللي لا يغلبه التطبع إطلاقا عشان نبقى لايحنا بنغنى من الأول طب ما يا دكتورة ما إحنا نتدور على حد ماعملناش مشاكل وخلاص؟ طب ما يا دكتورة سهل جدا إن إحنا نلاقي حد يبقى يعني متطابق معنا تطابق كامل لا يا جماعة هوا ما فيش حد عنده التطابق الكامل اللي إحنا بنتكلم بيدا لأسباب كتير جدا أولا ده أنا حتى لو عندي اتنين توأم لو هما مش متمثلين لا يمكن يكونوا بيتصفوا بنفس الصفات على الإطلاق طب ما بدل ما نتكلم في التطابق الخيالي اللي إحنا بنتكلم فيه ده طب ما نتكلم في التكامل إيه رأيكو لو إحنا متكاملين مع بعض؟ لو حد يقدر يشد شوية تاني يرفي شوية والعكس صحيح في بعض المواقف حد فيه صفة ينقصها بعض الشيء والطرف التاني بيقدر أنه هو يكملها بالبعض الآخر أعتقد أن الحياة بالشكل ده هتبقى أفضل بكتير جدا طب على جانب آخر ما احنا بنقول ممكن نلاقي حد من غير عيوب ده مين ده اللي من غير عيوب؟ هتهولي ده ما فيش حكا اسمها كده إحنا مش في المدينة الفاضلة ولا إحنا وإحنا بنكتب الكتاب قلت لك إن أنا ملاك مجنح ولا إنت قلتلي إن أنت نازل من السماء كل واحد فينا لازم يكون فيه عيد ودايما الإنسان اللي عنده إيجابية للحياة لازم يتقبل عيوب الطرف الآخر لو تعدي يعني إيه لو تعدي؟ يعني لو أنا شايف إن العيوب اللي في الطرف الآخر دي سهل إن أنا أتداركها خلاص بتداركها لأن ممكن أنا ما أتحملهاش لكن غير يتحملها من هنا بقى بنقول نقطة خطيرة جدا 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 وهي مرخلة طلي بالفستان الأبيض دي ياريت نلغيها تماما مرخلة الدباديب الحمرة والحابي بالانتاين دي ياريت نكون صرحة مع نفسنا أكتر ليه؟ لأن العشرة هي اللي بتبين الحقيقة هي اللي بتبين كل حاجة كنا نخبينها مرخلة الخطوبة بالنسبة لنا ما هي إلا تجميل فلما أكون أنا عايز حياة صحيحة ما تحكش على شريك حياتي المستقبلي بأي شكل من أشكال وأعمل نفسي يعني الرئة اللي ملهاش حل والكيوت اللي ملهاش حل والصوت اللي ما بيعلاش عن ليب المعين والتغيش هيك اللي ما بتنزلش عنها أبدا لا أحاول أن أنا أكون متوسطة التعامل دايما في كل شيء وأحاول مش هقول نبرز السلبيات اللي جوانا لكن هحاول أعيش على طبيعتي هنتعامل بفترتنا وبطبيعتنا اللي هتبين للطرف الآخر وهتوضح لي هل هو هيتقبل هذه السلبية ولا لا كتير مننا يمكن قلت مثلا قبل كده لما الخطيب بيبقى معزوم عند خطبته بيلاقي أن طول الليل الأم يعيني وقفة جهز في المحاشي والبط والرومي والأكل اللي ملهوش حل والبنت ما عليها غير أن هي تتجمل ببعض المساحيك والباديكير والمانيكير والسكراب اللي بيتعمل عشان تبقى بشرتنا مش عارفة إيه وكلام من ده وتاني يوم على الصفرة حبيبي دي وقفة طول الليل تعمل لك الأكل والله ما نامت يعني مش عارفة أقول لك إيه دست نفسها فظيع في الأكل والبنت ما تتعرفش دست لقبيضة طب لو أنا صريحة من الأول كأم فاضلة وقدرة أن أنا أخلي بنتي تستوعب فكرة أن لازم يكون عندها قدر من المسئولية أدرا أن هي تشيل مسئولية بيت بقول لخطيب بنتي أنها بتتعلم الأكل واحدة واحدة أن هي شطرة وعندها الاستعداد الكافي أكيد ده حيكون لي جانب مهم معانا مداخلة تفضل أهلا يا أستاذ رجال بحضرتك زيك يا دكتورة أهلا بحضرتك أهلا بيك كل سنة ونتو طيبة فريق أدادك المحترم وقناف صحة وجمال وجميع يساعدينك أشكرك أهلا بحضرتك أنا بشكرك عن فكرة دي والله يا دكتورة قطر خيرك أشكرك أحنا عايزين نقول إيه قبل ما تناسب حاسب الأول قال أنت زاعد ما روح للعروسة فأسألت عليها قال أنت لما خبت العريس سألت عليه ولا الماديات بتغلب يا المرد قبت الأطفال ديه هم جابوا أطفال مكانت الحلاجة مكانت الخياطة أنها قد مكانت الخياطة بمبلغ واخده ليها عودة مكانت الإبرة والخيط زمان مكانت خمسة ساعة وكان ما فيش حالات طلاش ولا بشيء فيها أي حاجة من الحياة فيها صحيح وبعد ترأسي خيمية في المئة دكتورة أن الجيزة اللي فيها تضبير وفيها عبش كتير تستاذج أن هي الوحيدة اللي بتكسل صحيح والجيزة اللي بنشيل بعض كده وبنسمي بعض وطوبة طوبة سبحان الله والجيزة اللي بتتمثل للمواقع دي فعلا للأسف والله فيه مباراة والله يا دكتورة أقدر أقول لي فينات بتستلب ونات بتصعب من البلوغ عشان تسربناتها طبعا وده أكيد ده 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 تقاليد طبعا خاطئة يعني أنا أتمنى أن من خلال البرنامج أن احنا ننشط كل الأسر أن هي تتخلى عن هذه التقاليد السلبية للأسف والله ما بتأدي بنا غير لخراب بين سواء من نحية الأهل أو من نحية لا فيه غريمات يا دكتورة بتستجن يعني ريت من حلال المحطرة الغريمات كلهم للأسف بسبب غلاء المهور نشيل بعض كده يعني مع بعض كده أجل حاجة تنفع بعض كده إيه طوبة 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 الغاسم الحياة تنشي كده أجل عاش تجوز تجوز وحالات نزل طلاق تجل وربنا يبارك فيك أنت وبرية ذلك المحترمة دكتورة أشكرا جزاك الله كل خير مرسي جدا عايز أقول الحياة كمان إن فيه مشكلة كبيرة إحنا ما بنبصش لها حتى يعني بعد كده عندي مشكلة كبيرة جدا مع الزوج أو مع العريس اللي بيضغط عليه ضغط غير عادي عشان تجهيز البيت بأجهزة معينة أو بتجهيزات معينة أو بتشتبات معينة أو أن عدد الجرامات بتاعت الدهب بتبقى لا تقل عن عدد كذا الحاجات دي كلها ليها مرضوط سلبي بعد كده سيء جدا إن كان قادر وممكن يكون ده بس اللي معاه وأنا كأم أو كأب مش عارف إن هي دي بس الإمكانيات اللي ممكن تكون موجودة معاه ويعيش بقيت عمره للأسف وهو لسه بيبتدي حياته من أول وجديد وممكن على صعيد آخر بقى وده الأسوأ كمان إن هو يدين نفسه ويعيش حياته مع بنتك اللي انت بتتمنلها أحسن حياة بالكسات والكبيات اللي موجودة في النيش وهو عايش مش عادر يأكلها بسبب الديون اللي واقع عليه ده أنا عندي مشكلة تانية كمان بقى اللي هو لو ربنا إن شاء الله رزقهم كمان في السنة الأولى من الزواج بطفل يعني أنا كده بحط كارسة قس 2 على طول جنب المشكلة لأن الموضوع بالنسبة لي هنا بيتفاقم في الأزمة المادية أكتر وأكتر وبيتفاقم في الأزمة النفسية حتى في المحاكاة المجتمعية ما بين الراجل وامراته في الوقت ده بتكون مفقودة تماما وعند أول مشكلة وبنقول إن المشكلة دي حاجة مش عيب البيوت كلها موجود فيها مشاكل ولكن بنسب متفاوتة ولكن مع أول مشكلة للأسف هلاقي نفسي بقول ماهو ده نتيجة اللي أمك أو اللي أبوك يعملوه وهي بتقول خسارة اللي إحنا جبناه عشان في الآخر أتعامل المعاملة دي ومعانا أسماء أهلا بيكي أستاذ أسماء عالو السلام عليكم وعليكم السلام حبيبتي أهلا بيكي أهلا بيكي أهلا بيكي حبيبتي عامل إيه يا محي الحمد لله كل خير السلام وأنتي طيبة يا حبيبتي قلبي وأنتي بالصحة والسلامة أشكرك أنا شايفة والله إن لازم أول حاجة تبقى الصراحة في كل حاجة برافو عليك برافو عليك برافو عليك بس في الصحيح عندنا على رأيي أستاذ أجب أن رح أقف كلامه أني بي بي بقى غيرة صحيح هي بس ممناسبة الصراحة يا سيد أسماء زي ما أنت ما بتقولي الفكرة أن أنا يعني أنا مش هقول أن أنا هيبقى عندي مبدأ وهبقى صريحة عشان أنا واحدة صريحة وعندي مصدقية لا هو لأن أنا هاقع يعني هاقع بمعنى أن زي ما قلنا في أول الحلقة الطبع يغلب التطبع فبالتالي أي سلبية أنا مخبيها دلوقتي هتبان وهتبان ببشاعة وبين خلي بالك هو لما يتقبل أي سلبية فيك في الأول دي هتعدي كويس جدا مفيش مشكلة لأنها كانت واضحة من الأول وكنا على نور فيها لكن لما يتفاجئ بيها هو حتى لو كان هيتقبلها في الأول مش هيتقبلها بعد الزواج أبدا شكرك جدا يا أستاذ أسماء مرسيل زوئك وزي ما شوفنا طبعا ما شاء الله المداخلات يعني أتمنى أن الناس كلها تكون على قدر من الوعي والثقافة بهذا الأمر ويمكن بعض الحوادث أو المجريات الأخيرة من الأحداث الغريبة جدا اللي كانت طريقة على مجتمعنا فكرة إن واحد عشان يتخلص من نفقات ما بعد الطلاق فبيتكلم في إن زوجته إزاي تتنازل فاستدعى أحد أصدقاء السوق عشان يبقى مشهد مش لطيف مع زوجته والموضوع قد في النهاية لقتل هذه الزوجة وصديقه اعترف من خلال تفريغ الكاميرات إن هو اللي صلته عشان يصورها في وضع سيء معاه بشكل أو بآخر وفعلا قام بمحاولة اقتصاد زوجة صديقه وللأسف الست توفت هي وجنينها والنهاية كانت حبل المشناء لكن الكونجلوجين في النهاية كان الهدف منه إيه؟ كان الهدف منه إن عشان لما هي تخاف من الصور دي اللي هي مظلومة فيها فهتتنازل عن كل حقوقها حقوقها دي اللي هي في البداية كانت إيه؟ الضغط الشديد من الأسرة اكتب الأيمة واكتب المنقلات واكتب كذا وكذا ده فيه ناس للأسف يعني ما عندهاش حتى ثقافة هي الأيمة دي بتاعت إيه؟ يعني هي الأيمة دي يعني لو إحنا بنتكلم في ضمان حقوق آه طبعا هي لها إن هي تضمن كل حقوقها زي ما هي عايزة ولكن لكل مقام المقال أنا مش ببيع تلاجة ولا ببيع تلفزيون ده بني آدم يعني في النهاية لو حضرتك من البداية مش مآمن إن بنتك تبقى في بيت الناس دول وفي زمة هذا الراجل وفي عسمة هذا الراجل يبقى من البداية مالوش لازمة اضمن حق بنتك ولكن بالمعقول كل حاجة يعني ليها حدود أقدر إن أنا أتكلم فيها وأقدر إن أنا أضاعها ناص بأعيوني عشان ما خدش على نفسي وعلى بنتي عاطق فكرة إن الزواج لود بالنسباله إن هو مش قادر إن هو يافي بطلبات البيت إن هو مش قادر إن هو يتفاهم معاها لأنه هو مضغوط عليه أو أصله كاتب إيصالين تلاتة على نفسه أصل كاتب كم بيالت إيه وأنتم بتشتروا غسلة إيه يا جماعة اللي بيحصل ده يعني أعتقد إن الزواج بقى أشبه بالسلعة وياريتها حتى سلعة يعني لها ضمان للأسف لا ده هو الضمان ربنا فيها سبحانه وتعالى يعني والأهم من كل ده إن إحنا الضمان بالنسبالنا حتى ياريته ضمان مبدأ الضمان بالنسبالنا ضمان مادي ليس إلا كأني رايحة كده أشتري تلفزيون أو أشتري تلاجة أو أشتري غسلة وياريت كمان إن أنا بقدر أقول إيه الأوبشن اللي موجودة في الأجهزة الكهربائية دي بشكل صحيح لها والله ده الزواج في عصرنا الحالي أصبح فعلا فكرة متنهية الصغر والرخص إلى المستوى اللي وصلنا إلى حد الغش التجاري في الزواج أهلا بحضرتك أستاذ عادل معنا سلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سلام عليكم أشكركم كتير أهوة علشان البرامج الجميلة دي اللي هي بالقدر ما بيتستنفض الأوضاع الحالية صحيح وفي نفس الوقت بتدي نصائح وبتبقى فعلا حاجة جايد اللاين يعني إن الواحد يتبع أنا عندي بس رأي في غير خالص كده اه أنا لو لاحظنا إن الأيام دي غير زمان يمكن كلمية المشاكل والسلقات والحاجات دي كيه اللي بتحصل الأيام دي غير زمان صحيح هل في دخل بالنسبة للأعداد بتاعتنا هل تغيرت هل المجتمع الحالي الميديا الحالية هل أثرت بتأثير سيء على التعلاقات فأرجو إيضاع النقطة دي مع الحضرتك تحياتي الحضرتك طبعا هو النقطة اللي حياك أثرتها دي مهمة جدا جدا عايز أقول لحياك إن فكرة إن التمسك بالبيت المصري ما بقتش زي الأول لعدة أسباب أولا إن الأب والأم اللي بيربوا الزوج والزوجة الجداد دلوقتي مش هما زي بتوع زمان ضمير الأم اللي دايما بتقول لأ حاول إن أنت تلمي بيتك حاول إن أنت تخلي بالك من زوجك وإنت لازم تتقي ربنا فيها دي زي إخواتك البنات بالضبط حاول إن أنت تعملها زي ما تحب إن زوج أختك يعملها للأسف الشخصيات دي ما بقتش موجودة زي زمان على الإطلاق سوشال ميديا لها تأثير؟ آه لها تأثير لو حاك طلعت على بعض الجروبات اللي في منتهى الخطورة للأسف الفتيات اللي بتعملها مش السيدات حتى الكبيرة في السن فتيات بتعملها وبتناشط فيها بعضها بفكرة اتجوزي وحرري نفسك من بيت الأسرة واتجوزي ويا سلام بقى لو تبقي حامل على طول عشان تقدري تطردي زوجك دا وتطلعي برا الشقة وتبقي عايش أنت حرة ويقوم عاكي طفل جميل بتلعب ليه ويشقة وتبقي اسمك خط حريتك ايه التفكير دا يا جماعة؟ يعني من امتى احنا بنعلم بناتنا ونشجعهم على فكرة ان الزواج دا مجرد لعبة الزواج دا مجرد واحد انا متجوزاة عشان يوفر لي حياة وابقى قدت حريتي وبعد كده قول له مع السلامة في الشارع ازاي يعني المبدأ دا ازاي؟ والطفل دا ولا الطفلة اللي انجبوها دي زنبها ايه في اللي بيحصل دا؟ السوشال ميديا للأسف لها تأثير سيء جدا وسلبي جدا جدا احنا مش هنقول ان الطلاق عيب ولا حرام لا طبعا دا حق مكفول للجميع ولكن في حدود معينة يعني يعني انت زوجك مش مدمن مثلا عشان تطلبي الطلاق منه وتخوفا من ان هو ممكن يعتدي عليك او على اولادك بشكل ممكن يكون مخيف بالنسبالكم او بيهدد حياتكم بالخطر هو مرتدش عن دينه عشان حضرتك ان انت تلجأي لفكرة ان انا لازم يبقى فيه انفصال بشكل او باخر الكتير من المشكلات يا استاذي فعلا سهل جدا تداركها بالصبر وبالحكمة مش هنقول الكلام دا عشان احنا في الاستوديو لا احنا كتير من بيوتنا المصرية فيها مشاكل كتير جدا ولكن بتدارك هذه المشاكل ومرة بنشد ومرة بنرخي ومرة بنقعد حد كبير ومرة حكم محترم اللي بيقدر يحكم الموقف ومرة بنحكم ضميرنا بدون تدخل الاهل فبالتالي المركب بتمشي واحدة واحدة كل واحد في الطرفين قادر ان هو يتحمل الاعباء اللي هو يقدر يتحملها لحد بيزل التاني ولا بيقوله انا بعمل وبسوي ولا حد بيقدر التاني وبيقوله ده انا احسن منك لا احنا دايما ماشيين على قدم من وصاق بان كل مننا لابد ان يكون متمتع بصفة التكامل للطرف الاخر وطبعا تحياتي جدا لحضرتك واتمنى من كل البيوت المصرية فعلا ان من البداية اللي بينا نقوله بالنسبة لنا هي التربية الصحيحة من اول ما بربي ابني على مسئوليته على خوفه على نخوته على شجعته على مرؤته تجاه بنت الجيران واخته وبنت خلته وبنت عمته عارف يعني ايه يحافظ على الجنس الاخر على قدم هقدر ان انا اطلع راجل قادم يكون مسئول على قدم هطلع البنت نفسها عندها القدر الكافي من الحياة عندها القدر الكافي من النفس السوية شبعانة من حب ابوها وحب امها محدش هيقدر ان هو يخليها تنجرف تحت اي مشاعر زائفة في هذا الزمن اللي من الاسف كله اخطاء وكله اغلاط كتير جدا مننا ربيت الولد ربيت البنت لما ااهلهم بعد كده للزواج هقدر ان انا اقول ان انا عرفت فعلا اربي لما اشوف ابني وبنتي وهما في بيتهم عارفين يقيموا علاقة سوية فعلا فيما بينهم اربي ابني وبنتي مش بان انا اعلمهم وبس لا ان انا اربيهم فعلا بشكل صحيح انا قصيد مصطفى اهلا وسهلا بحدرتك اهلا بيك يا قصيد مصطفى اهلا وسهلا اهلا بحدرتك اهلا سهلا Mat down الاستاذ اهلوبي اهلوبي انا حиров حق يعني وجماعة متعددين عليها بالباطي واخدنا وضع يدي يعني لهم رأى وإحنا حجنا حجنا وراجع من المحكمة وهما رافعين على مية باطلة يعني من المحامي وشغالة في المحاكم يعني طيب واضح أن الاتصال تقطع معنا هنتظر حياك مرة تانية المهم أن يعني بأي شكل من الأشكال يا جماعة حتى لو فيه خلاف ما بين أهل الزوجة أو أهل الزوجة أرجو أن ما يكونش الزوج والزوجة شركاء في هذه الأحداث السلبية بشكل أو بآخر لو دل حضرتك تقصده لازم نكون بنحي جانبا أي تفكير سلبي من ناحية بيتنا ما قولش لا أصلا أخوكي أخد من حقي وأنت أخوك أخد من ورسي لا الموضوع بالنسبة لنا مش كده الموضوع بالنسبة لنا أن احنا بنتكلم في حياة كريمة وفي أسرة سوية نفسيا بتحتاج مننا فعلا وقفة رجل واحد والرجل الواحد في الأسرة المقصود بيه الراجل والست مش الراجل الواحده أبدا لازم الاتنين يكونوا بيكملوا بعض ولازم يكون متفقين على أن كل واحد فينا لازم يكون لي سلبية محدش يحلم إطلاقا أنه هو عايش في المدينة الفاضلة وأن الطرف الثاني لازم يكون يعني pure enough أنه ما عندوش أي مشاكل أو ما عندوش خالص ما فيش حد كده لا إحنا رسل ولا إحنا ملايكة ولا إحنا يعني منزهين من الخطأ على الإطلاق ولكن زي ما بنقول في عيوب أقدر أن أنا أعديها يعني مش هنعدي مبدأ الخيانة مثلا مش هعدي مبدأ إدمان ممكن يكون مكحف لحق الأسرة أو بمثلها رعب أو خوف بشكل أو بآخر يعني حاجات كتير جدا مقدرش أن أنا أعديها ولكن السلبيات اللي أقدر أن أنا أتخطاها من الطرف الآخر بتخطاها بشكل أو بآخر لأني لازم أكون على قناعي أن أنا كمان لازم يكون فيها سلبية يؤذفني أن كتير من الناس دايماً بيبقى كلامهم في حاجات تعتبر عابرة وتفهى وبتنهص علينا دايماً حياتنا بشكل أو بآخر أصل الأستاذ معجب الفنانة الفلانية أصل ننسي عجرم بالنسبة له المثل الأعلى طب ما حيك مش حسين فهمي يعني ما شاء الله يعني أو حيك مش قازم السهر عشان تبقى بتتريق أن مراتك مثلاً صوتها تخين شوية ولا صوتها رفيع شوية يعني القليل من جانب الرضا ما بيننا وما بين بعض هيخلق الكثير من الحب والسعادة والرحمة فيما بيننا المرضود الأول والأخير في الحياة الزوجية والقرار الخاص بسعادة الأسرة كله بينصب على الأطفال فيما بعد لذلك لو أنا من الأمانة الكافية أن أنا أكون أم أو الأب يكون بالأمانة الكافية أن هو يكون أب يبقى هما لهم أنهما يقيموا علاقة زواج صحيحة فعلاً سوية فعلاً أي مع الحب والرحمة والصراحة والتعاطف فيما بينهما بكل الأشكال اللي هما يقدروا عليها لأن ربنا سبحانه وتعالى هحسبهم في أي تخازل هما يقدروا يتحملوا في الطرف الآخر ويكونوا مقصرين فيه بشكل جدير جداً طيب يعني نعيش ملايكة يعني ما نقولش للطرف الآخر أنه عندك أخطاء لا يا جماعة أقولوا طالما فيه لغة من التراحم وطالما فيه لغة من الحوار والتفاهم والود بنا أكيد هنقدر نلفت نظر بعض لبعض السلبيات اللي ممكن تكون بتدايقنا واللي ممكن يكون الطرف الثاني بيتجنبها بشكل أو بآخر بعض الرجال مثلاً عندهم الغيرة الفجة وطبعاً الغيرة تفرق عن الشك بكتير ولكن ممكن حد يكون بيعبر عن غيرته بشكل منمق وبشكل مهزب يلفت نظر زوجته أو خطبته بشكل أو بآخر وفيه حد تاني ممكن يكون بيتلفز بألفاظ أو بإيحاءات سافرة ممكن فعلاً تنفر الطرف الآخر منه بشكل أو بآخر طيب هي في الحالتين هي عندها استعداد أن هي تتقبل النقد ولكن النقد اللازع دايماً بيؤتي بسمار سلبية للأسف واللي يقدر أنه يتحمل مرة واثنين وثلاثة مش هيقدر يتحمل عشرة وعشرين لأن كل بني آدم وله طاقة طب ما هو أنا مراتي بقى لها عشرين سنة عايشة وبتسمع أسوأ الكلام وهي عايشة أيوة عايشة بس ما انتاش سعيد في حياتك وانت مش سعيد في حياتك لأن هي مش سعيدة لأن الاثنين كل بينصب تجاه الآخر لو هي سعيدة أكيد أنت كمان هتبقى سعيد ولو هي كئيبة أكيد أنت كمان هتكتائب معاها ناس كتير تقول أصل الست بتبقى نكادية أكتر ويمكن كان مقال دا كان عامل يعني مشاهدة عالية في الأيام اللي فاتت الست بتبقى نكادية لا هي الست مش نكادية حضرتك دا بالعكس الست زي الطفل بالضبط يعني لا يمكن تكون أنت بتكلمها وتضحك معاها وبتضاعبها بشكل أو بآخر أو بتحنوا عليها بشكل أو بآخر وتلاقيها هي يعني على صعيد آخر يعني بتتحمل الكسير وبتتكبد العناق عشان توصل لك مضمون النكد بشكل أو بآخر طيب في ست بيبقى عندها الاستعداد أو عندها أفلتي أو عندها القابلية إن هي تستشهد في تصرفاتها دايما أو تكون نكادية فعلا زي ما بنقول حاول إن أنت تعالج الأمر دا بشكل أو بآخر وإنتي كمان نفس الكلام عشان نقدر نتقبل بعض أهلا بحضرتك يا أستاذ محمول أهلا وسائل مسائل خير مسائل نور على حضرتك كل سنة وسعدتك طيب أبداعي وحضرتك بكل خير مرسي وإذا نمجد عظيم جدا جدا وإحنا نهار دا نحتاجين البرامة الاجتماعية دي كتيرا لازم النهار دا مفهوم الزواج محتاج تدريس اجتماعي محتاج تدريس اجتماعي على مستوى العامة والمثقفين أنا عادي عرفي في بلدي أنا عادي عرفي في بلدي لذا قابلني كتير من المشكلات الاجتماعية كبابها إيه بقى النهار دا ما بقاش الكم اللي هي تدي توايا كاملة لبنتها يقول لها بيت جوزك دا بيت زوجك دا هو بيتك الأب دي صحيح أبو جوزك دا هو أبوك ما كان أبوك دا إنت نجيت عندي هتدي ضييفة لكن النهار دا بتفسدها تماما بتفسد بنتها تماما جبل بيت وتعالي لا سيبل إن شاء الله معان حاجة عملت إحنا عادي نتوايا النهار دا للأب والأم إزاي يخرجوا بنت تتحمل مسؤولية النهار دا القوانين كلها اللي بتصدر لصالح المرأة دين قوانين الرجل الرجل يعمل إيه؟ وهو الراجل المتكبت كل المسؤولية يعمل إيه؟ دوره الاجتماعي يفقده النهار دا الأب آخر من يعلم بالجريمة اللي بترتكب في الأطرة وأنا مسؤول عن هذا الكلام حيث بسبب تدليس الأم بسبب تدليس الزوجة أو عبوك يعرف ما عايزيني في نقص كبير جدا قبل ما تتكلم على الخيار الصحيح وجه للأسر إزاي تخرج بنت إزاي تخرج بنت تبقى أصيلة تبقى عنوان تبقى قدوة تبقى زوجة معنى الكلمة وهو ده اللي فعلا ذكرناه يا فندم لما قلنا أن أنت ناجح فعلا مع أولادك شوفهم في بيوتهم هيبقى شكلة أي فعلا تحياتي حيث جدا جدا هو بمناسبة بس كلام حضراتك دا يا فندم بما أن حيث يعني داخل في قضايا الأحكام العرفية والمصالحات أنا الحمد لله بالنسبة كبيرة يعني بحاول أن أنا يكون ليه دور في هذا الشأن وده يعني الحقيقة شيء عظيم جدا طبعا من حالتك ركزي بعدين ساعتك بس ركزي على الأب والأم إزاي طبعا طبعا هي الأسرة يا فندم هي كل حاجة ده حقيقة ده حقيقة ده حقيقة ده حقيقة وهو ده من هنا الأسرة بتتسكت وإذا في أطفال تتكتم وتتقدم بس هقول لحيك على حاجة برضو هي بعض القوانين بتكون للأسف منصفة للمرأة أكتر من الراجل زي ما حيكت ما بتقول وتنصف دايما الستة على طول الخط هو للأسف والله لا هو مش دي الحقيقة وهقول لحضرتك ليه مش دي الحقيقة لأن القانون لما بيحكم لصالح المرأة في بعض القضايا المعينة بيحكم فيها فقط عشان القضايا السوية عشان الستة السوية عشان المرأة السوية يعني حقيقة فاهمني يعني القضية اللي بتصدر أو القانون اللي بيصدر تجاه انصف المرأة بشكل أو بآخر ده بيبقى أولويته عشان الستة السوية فعلا وعشان حماية فوقها ولكن بعض الأشخاص الشازة هي للأسف خربت المفاهيم الصحيحة لشحصية المرأة أو لشحصية الستة الأصيلة عشان كده للأسف القوانين ما بقتش بتنصفهم بالشكل اللي حضرتك متخيله ده دي حاجة الحقيقة هو فيه مناشدة عظيمة جداً الحياة بقالها حوالي سنة ونص أو سنتين تقريباً قامت بيها وزارة التضامن الاجتماعي وهي مبادرة مودة مبادرة مودة انتشرت جداً في الجامعات وأنا بقناشد أن هي تنتشر فيما خارج الجامعات أيضاً والمبادرة دي يا فانتم بتستهدف تحديداً المقبلين على الزواج لتوعياتهم من خلال الخبراء التربويين والمسشرين النفسيين بفكرة أن إزاي أن أنا أخطار صح وإزاي أن أنا أصون بيتي ويعني إيه أن أنا أخلي بالي من زوجتي ويعني إيه أن أنا أصون كرامة زوجي بشكل أو باقي يعني كل المبادئ أو المعايير اللي يؤسفني للأسف أن الأسر المصرية افتقدتها بشكل كبير جداً أو تناستها أو تلاهت عنها بشكل أو بآخر عوضتها الحقيقة وزارة التضامن الاجتماعي في مبادرة موادة للمقبلين على الزواج أتمنى من خلال البرنامج أن إحنا كلنا نكون بنقاذر بعض وبنناشط بعض دايماً بفكرة أن نتراحم فيما بيننا الزواج مش سلعة بالنسبة لنا بنتي مش تلاجة ولا بتجاز وابني مش مجرد بنك عشان أقول أنا الابني هيصرف إيه وعنده إيه وشايته وشكلها إيه وإيجار ولا تمليك لا في لابنة أهم من كل دا هي التراحم والموادة والقابلية الحسنة ما بين الزوج والزوجة اللي أقدر أقول بيها أن أنا متطمنة على بنتي وهي في هذا المكان أو أنا متطمنة على ابني وهو في هذا المكان للأسف برضو أحد الحاجات اللي بتخلي عنصر الزواج عنصر خارب في هذا الوقت من الزمن وهو فكرة العنوسة أو ما يطلق عليها العنوسة بشكل آخر هو مصطلح خطأ تماماً لأن ما فيش حاجة اسمها عنوسة ما فيش حاجة اسمها أن دي عنست أصل هو ما فيش سن قانوني ولا شرعي ربنا فرضوا علينا أو القانون فرضوا علينا للزواج على الإطلاق فمحدش يقول أصلاً بنتي كبرت أصلاً بنتي عنصر أصلاً هو ده العريس اللي جالنا فالدنيا بالنسبة لمناسبة لا معلش يا حضرتك خلي بنتك جنبك أكرملك بكتير قوي من أن هي ترجع لك وهي مطلقة أو توصم بأن هي فشلت في حياتها الزوجية بشكل أو بآخر لمجرد أن أصلاً أنا مش عايزها أن هي تبقى ما تجوزتش فيبقى الأفضل بالنسبة لي أن هي تبقى تجوزت وتطلقت لا معلش الزواج برضو أنا بقول يا رب الناس كلها تتجوز وتقوموا بسلطة ولكن الزواج ليس غاية المنال على الإطلاق مش هو غاية النجاح على الإطلاق بالعكس ده كان غاية الفشل بالنسبة لناس كتير وكان قمة السقوط بالنسبة لناس كتير يبقى إذن نرجع لأول الحلقة ونقول الاختيار الصحيح من البداية لبنة التربية الصدرة من الأسرة ومن الأم الأصيلة ومن الأب الأصيل اللي عارف يعني إيه راجل ويعني إيه ست هي البداية وهي الأهم من أي حاجة تانية ممكن نكون بنتكلم فيها طيب إزاي أقدر أن أنا أحكم موقف الطلاق عشان برضو نبقى يعني تناولنا كل الجوانب طيب هل الطلاق ده عيب ولا هو سوبة ولا وصمة عرض نسبة لأ طبعا لكن حضرتك أو حضرتك ليك أن أنت طاقة معينة تقدر أن أنت تتحمليها ولا يكلف المواهو نفسا إلا وسعها لو أنت شايفة أن الحياة ممكن تستمر بهذه السلبية وتعديها زي ما قلنا في أول الحلقة ما فيش مشكلة لو مش قادرة والحياة استحالت بشكل أو بآخر لفروق كتيرة جدا أنت مش قادرة تتحملها أو هي مش قادرة تتحملها يبقى عاف الله عن هذا الموقف بأي شكل من الأشكال اللي ربنا سبحانه وتعالى أحلها لنا وهي التسريح بإحسان ودي طبعا لا جدالة فيها للأسف بعض الأسر المصرية دلوقتي بقى فيه كتير منها جدا ظاهرة غريبة جدا هي ظاهرة الطلاق المقنع الطلاق المقنع دل هو اتنين موجودين في بيت بيحاولوا أن هم يحافظوا على الشكل العام أو عشان يبقوا بريستيجيس قدام الناس فبيكون كل واحد في حاله مع نفسه ولكن داخل البيت يعني مع نفسهم خالص هو قدام الناس احنا متجاوزين وخلاص فكرة وخلاص دي بقى للأسف بتنعكس علينا نفسيا وصحيا وعلى أولادنا وأرجو أن كلنا ناخد بالنا من فكرة نفسيا وجسديا دي ويتحط تحتيها مليون 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 خط الإهمال النفسي ده شيء سيء جدا جدا ربنا سبحانه وتعالى قال إن كل واحد فينا يعني إن لنفسك عليك حق لنفسك أهو حد دهو لنفسك إن لنفسك عليك حق فلك أن تمارس هذا الحق بكيف ما شئت طالما في حدود أو نطاق الصح والحلال ومعانا مدخلة أهلا بحضرتك أهلا بيك يا أستاذ المشعبان أهلا بيك وعليكم السلام أهلا بحضرتك يا أستاذة أنا والدي شعبان علي باهي من حلوان من حلوان ممكن تواطي بس التلفزيون من فضلك أكثم لك بالله أكثم لك بالله القانون اللي اتعمل من ضمن الرجالة ده القانون اللي اتعمل من فضلك ممكن بس تقفلي التلفزيون وتسمعينا من التلفزيون بس منتظرينك تاني يا أمو شعبان معلش الخط قطع بس يا ريت حارك تقفلي التلفزيون وانتي بتتكلمي عشان صاد الصوت بس صدقوني يا جماعة والله ناس كتير جدا بيكلموا في القوانين الغير منصفة للرجل أو يعني أنا مقدرش طبعا أقول أن كل القوانين منصفة للطرفين بشكل كبير جدا ويمكن آخرهم قانون الرؤية والحضانة ولكن كل اللي قدر أقوله أن القوانين لما بتصدر بتصدر على العامة بتصدر على الحالة السائدة أو الحالة السوية من الناس جميعا ولا تتطرق إلى الحالات الشازة اللي احنا بنشوفها في هذه الأيام في مجتمعنا للأسف منتظري مدخلتك تاني يا مشعبان وعلى ما تتكلمي تاني نكمل كلامنا طيب إحنا بنتكلم في فكرة الطلاق المقنع اللي بقى منتشر دلوقتي وبنقول أن خلاص طالما استحالت الحياة فيما بيننا من الطرفين لا الأصح بالنسبة لي أن أنا أخذ موقف سريع جدا تجاه الطرف الآخر طالما مش قادر أن أنا أتحمل بشكل كبير وده ليه؟ لأن الأصار النفسية المترتبة على الحياة السلبية ما بين الزوجين للأسف للأسف تفاقمها بيكون مردوده سلبي جدا ومحدش يقول أن احنا ممكن نهمل نفسنا ربنا بيعوضنا ونعمة بالله ربنا بيعوض وكل حاجة ولكن إهمال النفس هتحاسب عليه برضو قدام ربنا اللي انت تشبست برأيه ربنا صحرانه وتعالى قال إن لنفسك عليك حق خلاص يعني الموضوع مقفول لحد كده بالتالي اللي أقدر أتحمله أكمل فيه واللي لا أستطيع أن أتحمله خلاص أتوقف عن الاستمرار فيه بشكل أو بآخر طيب فيه ناس بتقول إن إحنا حتى بقينا حاسين إن إحنا بقينا مرضى في هذا المجتمع طيب أنا عايز أقول لحضرتك إن الأمراض النفسية بيشخصها علم النفس دلوقتي وبيصنفها في تصنيف في منتهى الخطورة وهو الأمراض النفس جسمانية يعني إيه لأمراض النفس جسمانية دي يا دكتور؟ الأمراض النفس جسمانية دي هي أعراض برضية بتنتاب الجسم جميعا أو بعضا منه بسبب أي مشكلة نفسية بنتعرض لها فيه ناس بتقول أنا بحس بكهرباء في ظهري فيه ناس بتقول ده أنا بحس بألام في عضلاتي طيب خدوا بقى المفاجأة دي ده بقى فيه حاجة كمان بقت منتشرة ولكن للأسف الكثير من الأطباء لا يستطيعون أو لا يفقهون إلا القليل من تشخصها وهي مرض الفايبروماليجية طيب إيه إيه المرض ده اللي هو بالعرض اسمه الألم العضلي التليوفي ده عبارة عن إيه يا فنم؟ ده عبارة عن الضغط النفسي اللي حضرتك بتصيب بالجهاز العصب لحضرتك فبالتالي بيبعث عليه الكثير من الألام وللأسف الكثير من السيدات يعانين منه أكثر من الرجالة ونكمل بعد أستاذ حسين أهلا بحضرتك سلام عليكم وعليكم السلام أنا معك حسين السيد محمد بنشر بحمد بنشر محمد بنشر حسين حسين أهلا بحضرتك وأنا محمد بنشر وأنا كنت تتكلم عن موضوع الجواز 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 الصحيح اللي هو المفهود يتعرف على بعض الكلام ده مش كده؟ صحيح أهه أه الإنسان ما تعرفوش أنه ما تععشه الإنسان بيبقى الواحد مزوى نفسه بمرطق غير المنطق لها بنت اتجاوزت من حوالي شعورين شعورين بالظبط أعت في الجسر شعورين صحيح وبعدين كله بطيئة مشتاكيناه في المحاكم وبعد خمس ستاشر وبعد مشتاكيناه في المحاكم جايبوا يقول أنا آسف والكلام اللي أنا قلت له ما حصلش وشبهه ومسبهه شي وكبرين هو كان مزعيب وقع في محلي ما حصل في الفيوم وضعت عليه أعواضي ويحدد للوقات الأعواضي مش تعالين عنده حاجة خالص بسبب اللي تبنعايفين وهي اللي تبقلنا كويس ومش كويس ونس كويسين ونسما حطانين يعني هي المشكلة القائمة بينهم يااسوص حسين هو أن هو بيسبها أو بيشتمها آآآآ بدون سبب ولا إيه؟ والله يا حاجة يعني بدون سبب كده هو من سبب أهله بسبب أهله بسبب تدخد أهله ولولا قلبان خالص بسبب تدخد أهله وأخوه وقلق فينا جامد وعشان ما نفتلش بالمحالة أخذ نفسه الزافر وبعد كده أخوه جاهل حد ما ذوقت إن أخوه زال نفسه من العصف حشان نجي حد ياخد موته بعد ما أخلق فينا جامد والله العظيم بعت للنائب العام وبعت المركز المحلة وبعت المحافظة الغربية وبعت المأمول الفيوم وبعت المحافظة الفيوم طب معلش يا سيد حسين اسمحني بس بما إن حضرتك في وضع مسئولية هل حضرتك تحريت الدقة في إن أنت تسأل على الشخص ده وعلى أهله قبل ما تزوج بنتك والله العظيمة سيد تكون ما زي حد يقولي الحقيقة اللي بادة من أحضر مش على الشخص نفسه هو على فكرة أصل شخص نفسه ما يتسئلش عليه هو لازم الأصل نفسه هو اللي يتسئل فيه اللي هو الأب والأم والأسرة وصمعتهم وسلوكياتهم وأخلاقياتهم العامة ودي طبعا حاجة صعبة جدا نهاية الدارة لكن أنا ضد تماما إن حاج يروح يسأل على البنت الوحدة أو الولد لوحده المتقدم للزواج فهل أنت سألت على أهله يا جماعة إحنا عندنا مشكلة كبيرة جدا هي فكرة إن ممكن حاج يقول إيه لا والله ده هم أهل وحشين بس الوحد والله زي الفل ده أهلها والله نص صعبين قوي بس بمجرد ما تبقى فيتنا الموضوع يختلف خالص لا يا جماعة العرقة ده الساس الموضوع منتهي معلش أنا اللي بقول لحضرتك والموضوع مش راجعي والله مني ولا حاجة لا فكرة إن حضرتك تدخل بيت لو لقيت الست هي اللي لها الكلمة الأولى والأخيرة في هذا المنزل اعرف إن ده بيت اللي يصلح إن يخرج منه زوجة صالحة إن شاء الله لنا تكملة مرة تانية بإذن الله وأنا سعيدة جدا بتواجدي معاكم النهاردة ومرسي جدا وكل سنة وانت طيبين تحياتي دكتور ولاء شابان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر